فعم بشوف كتير متمكن الأمور عم تمسكها في إيدك من بعد ما كانت ضاعة عم بشوفك بتطلع من طاقة طبعا فيه شخص على الصعيد العاطفي على الأغلب سبب لك أزى معين بسبب علاقة ثلاثية ولكن هاي العلاقة الثلاثية منتهية يمبين عندي رح تنتهي بهاي الفترة الكبت طالع مقلوب الشريك رح يختارك مبين أنه بالفترة الماضية قنت كتير من كتر الأرق والكذا إما صرت تتعاطى خلينا نحكي أدوية أو كذا عشان تنام عم بيكون عندك مشاكل في النوم أو حتى مشكلة صحية تشكلت عندك نتيجة مشكلة روحانية أو فراء أو حزن معين ولكن هذه الفترة رح تكون عندك يا عزراء كتير أمور بتخليك متمكن معلومات حقائق عم تظهر قدامك نهاية لعلاقات ثلاثية عم بشوف الشريك مندفع ناحيتك ممكن كمان يكون على صعيد العمل عم بشوف أكتر من فرصة قدامك في العمل لحتى يعني فرص عمل جديدة وحتى بالعمل اللي انت فيه عم بشوف زيادة زودة بالمال إما ترقي أو إما يعني موضوع من هذا القبيل مشروع عم يزدهر كمان ممكن يكون هذا الكرت عبارة عن طاقات سلبية عم بتأثر على الشاكرات عندك فكون شوي وعم بشوف هنا تشرافي من هذا الموضوع على خير هاي الفترة إن شاء الله إذا كان هذا طاقة سلبية أنا شوف بشوفه طاقة سلبية قوية إذن هذا بشكل عام عم بشوف فيه فرصة تحمل للعذراء إن كان أنثى أو الرجاء العذراويين يعني نساءهم فيه فرصة أن يكون فيه أطفال فيه احتفالية رح تكون بالنسبة للمتزوجين خاصة يعني احتفالية رح تكون على على نية إنه تتصلح الأمور على نية إنه تتجدد الحب تتجدد المشاعر عم بشوفه الشريك مندفع ناحيتك هاي الفترة وإنت قاعد وعم تتفرج يعني عليه وعالطرف الثالث اللي عم بنتهي وعم بتكون متحكم ومسيطر هون عنا كتير قلنا بتوقع الأبراج الأبراج عم بتكون ميزان أو تور حمل زي ما قلنا هوائية نارية ترابية فيه مائية بس يعني فيه مائية أيضا بس خفيف يعني مش كتير فهاي الأكترية الأبراج عم بشوفك يعني كنت بدك تسافر أو حابب إنك تبعد وتروح وعن الحبيب أو تروح عن المكان اللي إنت فيه أو تنتقل لكن أنا نصيحتي إليك في هاي الفترة ما تتحرك خليك زي ما إنت ما تاخد أي قرارات في هاي الفترة رح تكون نوعا ما ضدك فشوف هون الكرت كرت القرارات أو كذا طلع لنا مقلوب هاد تحذير إنه ما ناخد قرارات ولكن المشروع اللي جديدة حب جديد عم بشوفه أيضا للعزاب فرصة حلوة عم بشوف فيه معجب فيكم يا برج العذراء يمكن حاول مرة أو مرتين أو ثلاثة إنه يعبر لكن مش قادر إنه يدخل معاك في علاقة فأنا عم بقولك إنه أعطي فرصة الأشخاص الاجتاد في حياتك هاي الفترة عم بيكونوا يعني فيه خير من وراهم هاي الفترة مضمئنة ممتازة بالنسبة إليك حلو كتير الكروت عشبتني خلينا نشوف أكتر على العاطفي على الصعيد العاطفي إن شاء الله كمان يعني إحنا حكينا عن العاطفي طبعا قبل شوي أكمل نقطة بس كمان تأكيدا انتصار رائع جدا انتهاء لعلاقة ثلاثية أو انتهاء لشخص عم بيبارزك في العمل عم بيحاول يتنافس انتوية عم بشوف عندك المصر هذا الكرت الثاني عم بشوف إليك أكتر من أمنية على صعيد الحب والعواطف عم بتتبلور من بعد مكانة أحلام أو معجزات بالنسبة إليك عم بتكون في بوادر حلوة من ناحية الحبيب ولكن بدي شوي أحذرك من هذا الحبيب عم يطلع عنا شوي هذا الشخص فيه صفات نوعا ما عم بتلاعب في شغلات عم بيخبيها يمكن بشكل عام عم بيكون مولدا نوعا ما أو كذا بيعمل شغلات مش كتير بترضيك عم بشوفك عم بتحط حد لهذا الموضوع هاي الفترة عم بتحاول انك تعطي حجمه الطبيعي شايف انو الحب بناتكم كبير عم تتخيلوا بعض عم بتحبوا بعض يعني حب حقيقي بالنسبة للمطلقين عم برشوف رجوع يعني من نوع يعني آخر رجوع بشكل حلو لكن بشكل مفاجئ الزوج عم بيقدم تنازلات شايفة أو الشريك عم بيقدم تنازلات معينة عم ينهي طرف ثالث كرمالك لحتى يعني ترضى أو انو يثبت لك حسن النية عم بشوفه بيحبك على العمياني زي ما بيقولوا يعني زي مغمض عيونه وبيحبك عن جد رغم انو عم بشوف كتير في اختلافات وكتير في عوائق بناتكم ولكن آآ عم بيغمي عيونه وعم بيحبك بحب غير مشروط خلينا نقول طيب خلينا نشوف العقل الباطن طبعك هاي الفترة يا برش العزراء آآ شو عم بتركز على شو ممكن يطلع لنا شي مختلف ما بعرشو طلعي لك كرتين او هاي المشكلة اللي قلتلك عنها النهاية الطرف الثالث راح تكون قريبة جدا وراح تكون مؤلمة للطرف الثالث بالنسبة لك انت راح تكون عم بتفرج بمتعة يعني هيك زي اللي مغمض عين ومفتح عين عام حالك مشاير بس عم تكون كتير مبسوط بنهاية الطرف الثالث لانه فعلا ازاك ازاك على الناحية المعنوية وعلى الناحية انه كان يعمل اعمال وشغلات للك وللشريك فشايته انه انتصار بكل معنى الكلمة يعني اكتر من انتصار على هذا الشخص على مراحل راح تكون فشي كتير حلو خلينا نشوف ازا في تحذيرات للك هذا الشهر او حتى مش تحذيرات ممكن يطلع لنا كرت تاني شوف هنا زي تطمين بالعكس مش تحذير طلع لك مثل الكلب الوفي الحبيب وفي للك ولكنه تحت ضغوط معينة ما بعرف شو هي ممكن تكون طاقات سلبية من الطرف الثالث ممكن تكون من ناحية العمل ممكن اطراف عم يتدخلوا ولكن هو من داخله عم يكون وفي للك ويعني مثل الكلب الوفي مثل الشخص اللي بيخاف عليك الشخص اللي بيحبك من جوات قلبه ففي عقل الباطن جدا بيحبك لكن بدك تصبر على هذا الوضع لحد يتما تنحل هاي الامور كلنا نشوف الفريتات اذا في ايشي نبين انه الحبيب رح يرجع فيه شخص اما صديق او حبيب او كذا رح يرجع ولكن انت رح ترفض فمثل بنصحك بعدم الرفض انه ليش ترفض او كذا فترفع من عندك رفض لموضوع معين رفض لشخص معين انه يرجع لحياتك عم بتكون صارم في هذا القرار فما في داعي لهاي الامور الرفض ما بيحل مشكلة ممكن نساوي الامور ونعمل تسويات ونعمل نصلح الامور بطريقة ثانية لانه انا شايف الحبيب الشاريك والحبيب عم بيكون بيحاول على الاقل هون بيقولك رح تكون ان شاء الله هاي الفترة كتير كتير سعيد بسبب اللي قلنا عنه الانتصارات اللي ورا بعض ولكن بيقولك من كتر الفرحة ما تنغر يعني ما تكون مغرور تتفرج حواليك يمكن يكون في وراك شي بيخوف ممكن تكون على حافة صخرية فكون يعني متزن في الموضوع افرح ولكن قلنا رح تفرح بالطرف الثالث ولكن افرح باعتدال وشوي شوي ما تغير شخصيتك ما تغير انطباع الآخرين عنك بيقولك انه رح يصير في عندك وفرة اكتر اشي انا بشوفها على الممكن على العمل طبعا بالوفرة مادية بس انا بشوفها اكتر وفرة على فكرة ممكن تكون مادية نعم اكتر اشي انا كنت مفكرة اول شي بالعاطفة طبعا ممكن لكن بالعمل اقوى لانه عم بشوف في عم تقطف ثمار موضوع معين انت تعبت عليه اليك فترة اليك فترة عم تستنى هاي الوفرة والان عم تجيك هاي الوفرة شب تريدها عم تكون عمر واحد cells وم السلام دراسماء دعوني ب adel